اشتركوا في القناة 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 ثم بعد ذلك نكمل الحوار في المحاور التي رأيتها في الاعلان واظنها يعني بين يديكم وهي حول ابناؤنا وصحتهم النفسية كيف نتعرف لاما الصحة النفسية للمراهقين وما در في توفير او في تعزيز الصحية والسلوكية لدى المراهقين والاطفال وما وما هذه الاضطرابات في حديث يعني ارجو ان يكون مفيدا وماتعا باذن الله سبحانه وتعالى الصحة النفسية او قبل ذلك لماذا نتحدث عن الصحة النفسية لدى الاطفال والمراهقين وعندما نقول لدى ابنائنا فالابناء كما تعلمون منهم الاطفال ومنهم المراهقون ومنهم الراشدون يبقونهم ابناء ايضا وبنات لكن سينصب الحديث عن منهم ما زالوا تحت عباءة التربية والتوجيه بدرجة كبيرة من والديهم واسرهم وهم الاطفال والمراهقون وايضا هذا هذه المرحلة العمرية هي المرحلة التي يعني يعني أنا كمتخصص فيها في الطب النفسي للاطفال والمراهقين فيكون حديثنا حولها فالسؤال المهم لماذا نتحدث عن الاطفال والمراهقين وصحتهم النفسية دعوني أذكر لكم بعض الارقام العلمية العالمية وبعضها المحلية الوطنية في المملكة العربية السعودية وإن كان معنا بعض الضيوف الكرام من خارج السعودية فأيضا نرحب فيهم ونجعل هذه الإحصائية السعودية عينة فمثلا من ضمن تقارير منظمة الصحة العالمية ومن ضمن الدراسات العلمية العالمية أن عشرين بالمئة من الأطفال والمراهقين لديهم أو مروا بواحد من الاضطرابات النفسية والسلوكية وأنا أريد أن نفرق بين الاضطراب الذي وصل إلى استكمل المعايير العلمية الموجودة في المراجع العلمية فأصبح اضطرابا معروفا طبيا حسب المعايير والشروط وليس العوارض يعني ليس القضية فقط قضية الطفل مثلا ما يسمع الكلام طفل عصبي طفل مزعج لا نحن نقصد بمن حصلت لديه مجموعة من الأعراض تصل إلى مسمى الاضطراب النفسي تقول الدراسات أن عشرين بالمئة يعني خمس عدد الأطفال من عدد الأطفال والمراهقين في أي مجتمع مروا أو لديهم الاستعداد أو حصلت لديهم أو لديهم حاليا واحد من الاضطرابات النفسية والسلوكية عندما نتحدث عن الخمس هذا عدد ليس بالقليل يعني لو أن مجتمع فيه عشرة ملايين طفل ومراهق فنحن نتكلم عن قرابة أربعة عذرا عن قرابة مليونين من هذه العشرة ملايين طفل ومراهق لديهم اضطراب نفسي أو سلوكي وهذه أعداد ليست بالقليلة طيب إحصائية أخرى من ضمن تقرير منظمة الصحة العالمية التي تتواصل مع وزارات الصحة في مختلف بلدان العالم تقول تقول أن نصف تقريبا الاعتلالات النفسية تظهر قبل عمر الأربعة عشر سنة وهذا فعلا في العياد النفسية بحكم عملنا مع الأطفال المراهقين نجد أن الطرابات كثيرة هي بدأت في الطفولة وفي المراهقة ثم استمرت بطريقة أو بأخرى فعندما نقول قرابة نصف الاعتلالات النفسية تظهر قبل عمر الأربعة عشر سنة نحن نتحدث عن كمية كبيرة من الاضطرابات النفسية عندما نتحدث عن الأرقام والإحصاءات والدراسات في المملكة العربية السعودية لعل بعضكم اطلع على المسح الوطني السعودي الذي شمل قرابة أربعة آلاف شخص غطى مختلف مناطق المملكة العربية السعودية للأعمار من خمسة عشر إلى خمسة وستين سنة وخرجوا بمعلومات كثيرة من ضمنها ما هي أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا فأول وأعلى اثنين انتشارا في المجتمع السعودي ضمن هذه الفئة والتي هي فئة وأقصد ضمن هذه العينة الممثلة هي اضطرابان تبدآن في مرحلة الطفولة الأول اضطراب القلق الانفصالي بتقريبا نسبة 11% والثاني اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والذي جمعية إشراق متخصصة فيه وفي التوعية به وفي مساعدة أو الأطفال المصابين به ومساعدة وتدريب أولياء أمورهم والتدريب المختصين هو الثاني بنسبة 8% إذن نحن نتحدث عن أن أعلى اضطرابين من الاضطرابات النفسية التي تم مسحها في هذا المسح الوطني السعودي وهو مسح كبير جدا وشارك فيه العديد من الباحثين والعلماء من داخل المملكة وخارجها والجهات والهيئات الرسمية كجامعة الملك سعود والمستجفى الملك فيصل التخصصي ومركز الملك سلمان لأبحاث لعاقة وبمشاركة باحثين ومختصين على درجة عالية من التخصص وجدوا أن أعلى الطرابين هما الطرابان يبدأان في مرحلة الطفولة إذن نحن نتحدث عن مرحلة عمرية تحصل لديهم اضطرابات أو أمراض وكلمة أمراض هي تجاوز أن نقولها لكن نحن نقصد الاضطرابات فنحن نتحدث عن عدد ليس بالقليل 20% كإحصائية عالمية أقل قرابة نصف الاعتلالات النفسية تظهر في مرحلة الطفولة ما قبل 14 سنة عندنا في المسح الوطني السعودي عندنا نسب أعلى النسبة للطرابات هي عبارة عن الطرابين تظهر في مرحلة الطفولة إذن نحن بحاجة إلى أن نتحدث عن الصحة النفسية لأبنائنا أطفالا ومراهقين ذكورا وإناثا حتى يساعد ذلك في صحتهم النفسية بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يساعد ذلك في الوقاية من ظهور مثل هذه الاضطرابات النفسية والسلوخية وحتى يكون للأسرة دور في هذا المجال ما علامات الصحة النفسية عموما ونطبقها بعد ذلك على الأطفال علامات علامات الصحة النفسية هي أن يتمتع الفرد بحالة من الارتياح الداخلي والشعور بالبهجة الداخلية الشعور الإيجابي بالبهجة الداخلية بصورة متوازنة في معظم الأوقات ومعظم الظروف مع القدرة على التكيف مع الصعوبات التي تمر بالإنسان حسب مراحله العمرية فحتى الطفل في المرحلة الابتدائية وحتى ما قبلها يتوقع أن لديه نسبة معينة من التكيف مثلا الطفل يذهب إلى المدرسة طبيعي أن أحد يرفع صوته عليه طبيعي أن يكون لديه القدرة على أن يتحمل ومع أن هناك أطفال آخرين قد ينهارون وقد يصابوا بصدمات إذن هؤلاء لديهم شيء من مشكلة الصحة النفسية فهي قدرة الفرد على أن يتكيف على ما يحصل أمامه أو يحصل له من ضغوطات نفسية وصعوبات حياتية كذلك أن نكون لدى هذا الفرد قدرة على الإنتاجية والمشاركة الاجتماعية وأن يكون له أثر في الحياة هذه باختصار بعض الملامح التي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية في تعريف الصحة العالمية الصحة النفسية عموما وكما تعلمون حفظكم الله أن ضمن تعريف الصحة العامة أو الصحة خلونا نقول للإنسان أو للفرد أيا كان جنسه أو مكانه يعرفون الصحة عموما أنها هي الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية وبعضهم يضيف أيضا في بعض الدراسات الصحة الدينية أو الروحية لأن الإنسان يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية جسده ونفسه وروحه فإذا استقرت هذه الثلاثة مكونات لا شك أن الإنسان سيكون لديه صحة عالية تشمل الصحة الجسدية العضوية والصحة النفسية والصحة الاجتماعية والصحة الروحية فهذه بعض الإلماحات حفظكم الله حول لماذا نتحدث عن هذا الموضوع ما هي علامات الصحة النفسية لدى الفرد ولدى الأطفال تحديدا والمراهقين وقبل أن أنتقل إلى ما بعدها من المحاور أريد من الأخت المنسقة أن تتيح المجال لبعض المشاركات حتى نستانس ونتشرف بمشاركة بعض الزملاء والزميلات الموجودين معنا ويكون أيضا الحديث هو عبارة عن تبادل يعني الأفكار ووجهات النظر جميل يعطيك العافية دكتور موسى في عندنا طلب أستاذ فيصل تفضل السلام عليكم أستعد الله وقاتكم جميعا بكل خير سلام عليكم الصحة النفسية وتعزيز الصحة النفسية كلام أو موضوع جدا مهم أنا قرأت معلومة أمس وحبت شاربكم فيها أثرت فيها أي ما تأثير يعني كان تقول المعلومة أنه لو كان فيه مثلا يعني خلنا نفترض يعني مثلا أنا في عملي جاء مثلا مثلا في التعليم جاء مدير التعليم وناداني وأعطاني أفضل جائزة ممكن تمنح وأثنع عليها بأفضل ما يمكن أن يثنع عليه وكرمني أفضل تكريم فكيف بتكون نفسيتي كيف بتكون ردة الفعل هذه عليها مثلا لو كنت معلم قال أنت معلم مميز وأنت من فإيش بيكون تأثير هذا عليك يعني الطفل يرى أبوه أخاصة الأب يرى الأب يعني بوابة الخير والنجاح يعني لما الأب مثلا يقول للولد أنت شاطر فالولد يؤمن إيمان تام وكامل أنه فعلا شاطر لما الأب يقول أنت مبدع أو طفله أو طفلته لما يثني عليه بأي شيء رح يؤمن فيه إيمان كامل وتام ويعبارة عن أفضل وسام وأفضل شيء ممكن ويصدق ويؤمن فيه لأن الأب عبارة عن السلطة العليا اللي فيها كل الصلاح اللي يشوفها في الدنيا فالموضوع يعطيك العافية الموضوع برضو لو كان عكسي يعني شكل سلبي أعطيك العافية أستاذ فيصل شكرا جزيلا شكرا وداخل جميلة أستاذ مهد فضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الله يخليكم أنا عندي طفل عمر 12 سنة عنده التشتت وفرط الحركة الحمد لله مع الدواء يعني مرتاحين لكن أنا ملاقي مكان يعني مارس فيه نشاط زي نادي صيفي زي يعني ودائما أنا أتواصل مع جمعية أشراق يعني نبغى شيء يخصهم يعني ابني غسام مبدع يعني مسجل في برنامج الوزارة الموهبة والموهوبين بس طيب أبواه مكان فيه والله جعلت في الجنة أبواه بس مكان يتدرب طيب أبغى دربه على هذا الرسم ما فيه يعني ما أدري والله يليت يعني يليت لو فيه شيء أنا ما أدريت أن تعلموني الله يتزاك يا جلس الله أعطيك الله أعطيك شكرا جزيلا أستاذ مهام لعله نأخذ مداخلة ثالثة وبعد يمكن نعلق على مشاركة الزملاء طيب أستاذ سارة عندك مداخلة السلام عليكم أعطيكم العافية السلام أعطي الله أعطي الله أعطي الله مداخلتي أنا مداخلتي بتخص أنه عندي ثلاث أطفال شوي وأحنا تعرضنا يعني تعرضوا لإشي صعب على بحياتهم يعني مفاجئ فبعاني منهم حاليا صاروا أنهم زي يتفششوا وأنهم يعملوا يعني تصرفات أنه ما كانوا يعملوها بالأول فسجلتهم بنادي صيفي وبروحوا من النادي صيفي وبيحكوا لأنهم يعني مش مبسوطين أو مش يعني مش متفاعلين فيه فما أعلم كيف أنه ممكن الطريقة أن أتصرف معاهم فيها فبدي استشارة منكم الظرف اللي تعرضوا له طبعا الظرف كان قاسي وفقدوا أصدقائهم وشاهدوا يعني عنفه وشاهدوا شغلات كبيرة يعني بفعل الاحتلال فبدي يعني زي استشارة منكم يعطيك العافية يعطيك طيب شكرا جزيلا لعلنا نقتصر على هذا إذا ترون ونفتح المجال بعد 20 دقيقة أخرى مناسب مناسب هو فيه طلبات بس ممكن نكمل بعد 20 دقيقة إذا تشوف بإذن الله أشكر الزملاء والزميلات اللي شاركوا معنا للأستاذ فيصل أستاذ فيصل فعلا لفت النظر إلى نقطة مهمة وسيأتي معنا حديث حولها بإذن الله سبحانه وتعالى اللي هو قضية التحفيز والتشجيع والثناء وأنا سأستفيد من كلام أستاذ فيصل وندخل بعدها في يعني نربطه بدور الأسرة فسأعود لكلام الأستاذ فيصل إن شاء الله الأستاذ مهل اللي تسأل عن طفل عمره 12 سنة عنده تشتت وفرط الحركة الحمد لله يعني تقريبا انتظم مع الدواء ولكن ما زال يعاني من تشتت أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبنانا وابناكم جميعا ويبارك فيهم ويجعلهم قرة عين للجميع يا رب هي تسأل تحديدا عن أماكن لتدريب هؤلاء الأطفال أنا ما عرفت المدينة اللي من أهل السادة ما أحتمل أنها تكون من الرياض نعم والله الرياض ممكن ما عندي خلفية عنها أنا أحدثكم من جازان ولكن لعل الجمعية يكون عندهم خلفية عن هذه الأمور أو عن بعض الجهات التي تدرب وإن كان أحيانا يحتاج بس منه زيادة بحث يعني أحيانا يكون فيها أشتاقات حول الصيف وبرامج الصيف أحيانا ليس بالضرورة أن نجد شيء عن الرسم قد نجد شيء مثلا فيه شيء من الحفظ أو المسابقات معينة أو تمرينات معينة أو تدريبات أو برامج لها طابع معين فقد لا نجد بالضرورة شيء 100% عن الرسم لكن المقصود أن تكون هنا برامج تطور مهاراتهم وقدراتهم ويقضم فيها أوقات مناسبة فأنا يعني ما أعرف شيء محدد صراحة لكن لعل التواصل مع الجمعية مرة أخرى والأخوات سمعوكم في الجمعية يعني يساعدكم في الوصول إلى إجابة معينة وأيضا متابعة حسابات تويتر ربما ستجدون إن شاء الله ولما أخذ هم حركتهم عشوائية يعني يتعرضون للخطر فصعب أن العادية هذه الرياضية أو الترفيهية تقبلهم فإحنا نواجه صعوبة وجودهم بالبيت وعندهم هالطاقة الزايدة هذه موضوع مهم جميل آخر مرة راجعتهم الطبيب متى لا هو هو كويس مع البلوغ تعرف في خف الحركة العشوائية بس آخر مرة راجعتهم الطبيب متى إحنا ملفنا موجود معهم فقط مصرف الدولة يعني لا كذا غير صحيح لا غير صحيح فقط مصرف الدولة غير صحيح لأن أحيانا الطبيب اللي في نفس المنطقة لذلك المتابعة المنتظمة مع الطبيب يعني حتى كونوا إلى الآن ما زال هناك حركة عشوائية ليس بالضرور أنها تستمر مفترض الحركة العشوائية مع العلاج ومع الجلسات وتعديل السلوك يعني نحن نسعي أنها تختفي تماما وتصبح حركة طبيعية فلذلك واحدة من الأشياء اللي أؤكد عليها ضرورة المتابعة مع الطبيب والحضور والجلوس ومراجعة الحال كل فترة طيب الأستاذة سارة سألت لديها ثلاثة أطفال ويبدو تعرضوا لصدمة كبيرة في حياتهم وشاهدوا شيء من العنف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يصرف الشر والمكروه عن جميع أبنائنا وبناتنا وأبنائكم وبناتكم وجميع المسلمين المسلمات إذا كانت لديهم أعراض فيها شيء من الفزع فيها شيء من الخوف وفيها شيء من اضطراب النوم وأحيانا قد تصل مثلا أحيانا إلى مشكلة حتى في ضعف الشهية أو بعضهم يفصل عنده مشكلة أكرمكم الله في التبول الليلي وهو نائم أو فزع أثناء النوم أو شيء من القلق أو التوتر والكآبة بعد هذه الأحداث فالأفضل أن تكون هناك فيه متابعة طبية مع أحد الأطباء المتخصصين في مجال الطب النفسي للأطفال والمراهقين أو أحد المعالجين السلوكيين ولو لم يتيسر حضوريا فيكون ولو عن بعد سواء عن طريق بعض التطبيقات الموجودة وفي تطبيقات كثيرة أو مع بعض الجهات التي توفر مختصين قد يقدم استشارات مجانا ولعلك لو تابعت معنا يا أستاذ سارة في دور الأسرة في تعزيز المحور الثاني الذي سنتحدث عنه بعد قليل بإذن الله ما دور الأسرة في تعزيز الصحة النفسية لدى الأبنائها وبناتها ابتداء من هم المسؤولون عن تحزيز الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين هل هي الأسرة فقط قطعا لا الأسرة أحد الجهات المهمة جدا جدا في تعزيز الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ولكن هناك جهات أخرى أيضا مطالبة بأن تساهم في تعزيز الصحة النفسية للأطفال والمراهقين المدرسة الزملاء الأقارب المجتمع عموما الإعلام الجهات المعنية برعاية الأطفال والمراهقين سواء تعليميا أو ثقافيا أو اجتماعيا كالأنديا والمحاضنة التربوية والمحاضنة الاجتماعية هذه كلها يجب أن تتضافر جهودهم جميعا من أجل تعزيز الصحة النفسية بمفهومها الواسع للأطفال والمراهقين ورأينا حالات كثيرة في عياداتنا في الطب النفسي للأطفال والمراهقين الأسرة تبدل ما تستطيع ولكن قد يأتي هدم الصحة النفسية من المدرسة أو من الإعلام بما يضخه الآن من برامج ومحتوى محتوى قد يكون فيه رعب وقد يكون فيه خوف وقد يكون فيه عنف وقتل ودماء وكم رأينا من حالات رأيتها بنفسي في العيادة لما أسأل الأسرة متى بدأ الخوف قالوا والله بعدما شاف مقطع هذا قريب يعني في الأسبوع هذا يحدى الأسر تذكر لي هذا بعدما شاف مقطع معين في برنامج معين أصيب بالخوف والدعر وأصبح ما ينام أو بعدما شاهد لقطة معينة غير ما يعرض في وسائل الإعلام من ما يخدش الحياة ويخدش الأخلاق والمبادئ والقيم ويتعارض مع شريعتنا وديننا ومبادئنا وقيمنا فالإعلام له دور كبير ولذلك أنا أيضا أؤكد على الأسر إن من أحد أدوار الأسرة المساهمة في ضبط ما يتعرض له أبناؤنا وبناتنا في وسائل التواصل من ناحية الوقت ومن ناحية المحتوى فأقول أنا طرحت هذا السؤال هل هي الأسرة فقط المسؤولة عن تعزيز الصحة النفسية للأبناء والأطفال والمراهقين الجواب نعم لهم دور كبير ولكن هناك أدوار منوطة بجهات أخرى لماذا أنا طرحت هذا السؤال طرحت هذا السؤال لسببين السبب الأول حتى نطالب هذه الجهات كلها بالمساهمة في تحقيق وتعزيز الصحة النفسية للأطفال والمراهقين وهي كما ذكرت المدرسة المجتمع الأقارب الأندية الاجتماعية والأندية الثقافية والمحاضنة التربوية والإعلام كما ذكرت فهذا السبب الأول أن هذه الجهات كلها مطالبة بتعزيز الصحة النفسية للأطفال والمراهقين أيضا حتى لا نحمل العبء وكل العبء وكل العتب وكل اللوم على الأسرة نعم الأسرة مطلوب منها جزء كبير ومهم والأبناء والبنات يقضون أوقات طويلة داخل أسرهم وبالذات في بدايات حياتهم فعليهم دور كبير ومطلوب منهم دور كبير ولكن حتى لا نحملهم كل المسؤولية ولا يعني هذا أنهم يعفون من المسؤولية فالمسؤولية الأولى على الأسرة على الوالدين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال قبل ذلك الله سبحانه وتعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كما قال بعض العلماء علموهم وأدبوهم نعم طلوب من الأسرة أن يكون لها دور ولا عليهم مسؤولية وتزداد المسؤولية أكثر وأكثر على الأسرة عندما تفرط الجهات الأخرى في تعزيز الصحة النفسية لأبنائنا وبناتنا بل للأسف الشديد قد تكون أحد أسباب هدم الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين من ممارسات أحيانا بعض المعلمين والمعلمات وأقول البعض ولا أعمم أو من بعض ما يتعرض له الأطفال أحيانا في المدارس من التنمر أو ما شابه ذلك أو أحيانا حتى من الأقارب وما أصبح يتعرض له أبناؤنا وبناتنا من مشاكل اعتداءات جسدية أو نفسية أو للأسف قد تصل حتى لتحرشات فهذه الجهات ينبغي أن تشارك بدورها فإذا ضعفت بل إذا كنا أحيانا نخشى أن تكون هي مصدر هدم للصحة النفسية لأبنائنا وبناتنا عند ذلك يتضاعف دور أهمية دور الأسرة ويطالبون بأن يكون لديهم مهارات أعلى وأعلى وأكثر وأفضل حتى يحققوا الصحة النفسية بإذن الله سبحانه وتعالى لدى أبنائهم وبناتهم سواء كانوا أطفالا أو مراهقين الوقاية من الاضطرابات النفسية والسلوكية عندما نتحدث عنها كأمراض وكاضطرابات هي في الواقع ترون تبدأ حتى قبل الزواج لأنه كما هناك مناداه بأن يعني يكون هناك انتباه لزواج الأقارب إذا كانت لديهم بعض الأمراض الوراثية العضوية فكذلك في الواقع الوراثة لها دور في نقل بعض الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأطفال فاضطراب القلق ينتقل من الوالدين إلى أبنائهم أحيانا حتى مشكلات في اللغة والنطق والتخاطب والنمو العقلي فيها جانب وراثي فكلما كان يعني إلى قدر المستطاع الأسرتين التي يأتي منها الزوجان لديهم خلو من الاضطرابات النفسية كلما كان هذا بإذن الله يقلل نسبة احتمالية وجود اضطرابات نفسية لدى الأبناء والبنات كما ننظر للأمراض العضوية التي تنتقل بالوراثة فعندما يكون الرجل مثلا مصاب بالسكري فالأفضل أن يبحث عن مرأة غير مصابة بالمرض السكري لأن إذا اجتمع الزوج والزوجة ولديهما جميعا مرض السكري سيتكون نسبة إصابة الأبناء أعلى وأعلى كذلك موضوع الاكتئاب أو القلق أو الاضطرابات السلوكية حتى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يعني بعض الدراسات تذكر أن ثلث الأطفال المصابين بالطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى أحد والديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وهذا أنا رأيته في العيادة يعني بعض الأطفال يكون لديهم إصابة بهذا الاضطراب ولدى أحد الوالدين في السابق وهم صغار إصابة وبعضهم حتى يستمر معهم في الكبر فهذا الاحتياط واختيار الزوج المناسب والزوج المناسبة كذلك من الأشياء المهمة أن يعد الوالدان أنفسهما للتربية بصورة مناسبة ويتعلم وسائل التربية ويتثقف في الجوانب التربوية والنفسية والسلوكية وهذا مهم جدا جدا صراحة يعني عندما ترى أن بعض الآباء والأمهات يتعامل مع أبنائهم وبناتهم في مختلف الأعمار بنفس الطريقة يعني رأينا بعض الآباء فشل مع أبنائه المراهقين لأنه ما زال يعاملهم بنفس طريقة التعامل يوم أن كانوا أطفالا المراهق يقول أريد أن يكون رجل والوالدين ما زالوا يفتشون أغراضه زي ما يفتشون أغراض الطفل ويتحكمون فيه وفي سلوك كما يتعاملون مع الطفل فمعرفة المراحل العمرية واحتياجاتها هذا أيضا وليس فقط المعرفة النظرية والعمل على ذلك يساعد بإذن الله في تحقيق الصحة النفسية لدى الأبناء والبنات وهذا دور على الوالدين أختم بنقطة في دور الوالدين ودور الأسرة في تعزيز الصحة النفسية هو إشباع الحاجات النفسية إشباع الحاجات النفسية وسأذكر منها ثلاثة واربعة حاجات الحاجة الأولى الحاجة إلى الشعور بالحب والعطف والحنان أن يشعر أبناؤك وبناتك بحبك أيها الأب وبحبك لهم أيها الأم في الغالب وفي الفطرة السليمة الطبيعية لا يوجد أحد من الوالدين لا يحب أبناؤهم هذا في الفطرة السليمة المشكلة في التعبير عن هذا الحب يعني عندما تقول إمرأة بنت فتاة في الجامعة والآخر مرة حضنتني أمي قبل سبع سنوات عندما يقول أحد الأبناء يعني ما عمري بسمعت والدي يقول لي يا حبيبي عندما يقول أحد الأبناء المراهقين وهو طالب في المرحلة الثانوية يقول إذا رأيت أحد زملائي وهو يلعب ويضحك مع والده أبكي ويقول ليت أبي مثل هذا الأب هذه هي الإشكالية في عدم التعبير عن الحب وأحيانا في التعبير الخاطئ فعندما يعبر بعض الآباء بالضرب أو بالقسوة أو بالحزم المنفر وهو يقول أنا لأني حبهم أفعل هذه لا توصل رسائل الحزم نعم نحن نحتاج الحزم ولكن المتوازن مع الحب مع القرب منهم فالحاجة النفسية الأولى الحاجة إلى الشعور بالحب والحنان والعاطفة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا فيما بين عامة المسلمين إذا أحب أحدكم أخاف ليخبره أنه يحبه ولهذا فوائد كثيرة في التقارب النفسي وفي التآلف وفي إشاعة روح المحبة فما بالك بأبنائك عندما يأتي رجل من الأعراب يقول أو تقبلون صبيانكم والله إن لي عشرة من الصبيان لا أقبل منهم أحدا فيقول عليه الصلاة والسلام وما أفعل أن نزع الله الرحمة من قلبك أو كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاعب الأقفال ويمازحهم ويقبلهم ويحضنهم ويرتحلونه عليه الصلاة والسلام بل كان يطيل في السجود وهو يصلي بالصحابة الكرام الأفاضل يتأخر في السجود لأن أحد أحفاده ارتح له وركب على ظهره فجعله كالراحل عليه الصلاة والسلام فلم يقول فخشيت أن أعجله عليه الصلاة والسلام يشبع هذه الحاجة الحاجة للشعور ممكن هذه تدخل في الثانية التي سندكرها بعد قليل وهي الحاجة للشعور بالأمان والطمأنينة بالأمن والطمأنينة وأعظم ما يحقق هذا الشعور هو التعامل بالرفق والحنان والقرب من الأبناء والبنات وأن نعاملهم كأصدقاء وأن نشعرهم بأن قلوبنا تحتضنهم بكل أمن وطمأنينة وبعيدا عن الخوف وما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة كما قال عليه الصلاة والسلام فالتعامل بالرفق الهدوء القرب منهم الاهتمام بالسؤال عنهم وعن احتياجاتهم وتلبيتها بدون مبالغة هذا يشعرهم بالطمأنينة وبالأمن وبالسكينة كذلك تقبل النقد تقبل الحوار هذا يشعرهم بهذه يحقق لهم هذه الحاجة إذن قلنا من دور والآباء والأمهات في تعزيز الصحة النفسية إشباع الحاجات النفسية وذكرنا أولا منها إشباع حاجة الشعور بالحب والعاطفة والحنان ثانيا الحاجة إلى الشعور بالأمن والطمأنينة ثالثا الحاجة إلى الشعور بالتقدير والإحترام بالتقدير والإحترام ومن أهم المشاعر التي نحرص على إظهارها لأبنائنا أننا راضون عنهم يا إخواني ويا أخواتي هذا شعور مريح جدا جدا لأننا بممارسات غير واعية ونكثر فيها من النقد واللوم والتوجيه والحديث عن السلبيات تصل رسالة إلى أبنائنا وبناتنا بأننا غير راضين عنهم فإظهار رضاك عن أبنائك شعور جميل وشعرهم بالراحة وبالطمأنينة وأنهم مقبولون لديك وأنك تقبلهم على ما كان لديهم من تقصير ونفرق بين تعديل أخطائهم وعدم قبول أخطائهم وبين قبولهم هم وتقبلهم كما هم فهم أبناؤنا مهما أخطو فإظهار شعور الرضا عن أبنائنا وبناتنا يعني شيء مهم جدا جدا إشعارهم بأننا نفخر بهم نفخر بإنجازاتهم ولو كانت بسيطة الآن هذه الأيام أيام اختبارات عندما ترى ابنك وبنتك يشتهد ويحرص أخبره أنا فخور بما تبذل من جهد مهما كانت النتيجة أنا يكفيني منك يا ولدي وبنتي هذا شعور الجميل منك بالحرص والاشتهاد والبذل وحرصك على مستقبلك وعلى مصلحتك فإشعارهم برضانا عنهم إشعارهم بفخرنا بهم هذه مشاعر جميلة أنا أقترح أن نركز على إظهارها لهم كثيرا وإشعارهم بالتقدير والاحترام وعدم إهانتهم وخاصة عدم إهانتهم أمام الآخرين سواء أمام ابناء أخوانهم أو أمام زملائهم وبالمقابل مدحهم والثناء عليهم الأم تمدحهم أمام أبيهم والأب يمدحهم أمام أمهم وأيضا يسمعون من الوالدين المدح فيما بينهم والشكر والاعتراف بحق بعضهم لبعض كذر كلمة شكرا لأطفالك يعني أنا أستغرب بعض الآباء ولما تسمحوني كده على السواليف العفوية يعني بعض الآباء يكون في المجلس فيدخل الطفل الصغير فيقوم أحد الضيوف يقدم له حبة تمرة مثلا فالأب يقول للولد قل لعمك شكرا قل لعمك شكرا وقد لا يكون يسمعها من أبيه داخل المنزل فإذا ولدك طلبت منه أن يحضر لك ماء أو يحضر لك شيء معي من البيت قل لي شكرا يا ولدي بارك الله فيك اترى الله خيرك يعطيك العافية لنسمعهم هذه الكلمات حتى يستخدموها مع غيرنا أما تعليمهم إياها ونحن لا نمارسها بل أحيانا لا يمارسها الزوج مع زوجته ولا تمارسها الزوجة مع زوجها فكيف نريدها أن تنتقل إلى أبنائنا وبناتنا إظهار التقدير والاحترام هذه من الحاجات المهمة التي نحتاج أن نظهرها لأبنائنا وتحقيقها وإشباعها سيحقق لديهم صحة نفسية وبالمناسبة أنا لي كتاب يعني كتاب بسيط ليس كبيرا بعنوان نحو سلوك إيجابي لأطفالنا موجود بي دي اف لعل إن شاء الله في حسابي في تويتر بعد أن ينتهي هذه الأمسية أضعه لكم في حسابي في تويتر لمن أراد أن يحمله تحدثت عن هذه الحاجات بشيء من التفصيل أسأل الله أن ينفع بها طيب أخذ مشاركاتكم الله يحفظكم نأخذ كمان ثلاثة أو أربع مشاركات بقرابة دقيقة ونصف لا تتجاوز دقيقة ونصف لمشاركة جميل جدا نياتك العافية والله مستمتعين في الكوار معك معانا الأخي إشماري تفضل السلام عليكم دكتور موسى أهلا وسهلا كيف حال أكتور مولك الله يبالك فيه الله يسلم كان عندي بنتين واحدة عمرها 17 سنة والثانية 13 سنة كل يوم مشاكل بينهم الأولى تمارس الدورة الكبيرة والثانية رافضت داخلاتها وكل يوم مشاكل قائمة بينهم وأنا ما أنا بعارف كيف أتصرف نعم طيب حضر أعطيك العافية شكرا لك سيد إسماعي سيد أحمد فضل السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله مساكم جميعا بكل خير وشاكري لك يا دكتور موسى على هذا الطرح الجميل والمثري والمفيد ونشكرك أكثر على الهدية الأخيرة الكتاب الجميل هذا فهذه نعتبرها هدية منك وشكر الله لك هذا الفضل وهذا الكرم دكتور موسى الله أعطيك العافية من طبيعة عملكة موجهة طلابي أجد فيه فروق في الحالة النفسية بين الطلاب خصوص بالمرحلة الابتدائية ففيه حالات بعد ما قمنا بعض الاستبيان وجدت أن أغلب الأغلب وليس الكل الأغلب في الحالات النفسية اللي فيها نوع من الاضطراب يعني خلنا نقول الحالات النفسية في الطلاب الذين عندهم منطواء زائد يعني بحيث أن يعيش وحدة فعلا وحدة شعورية لوحدة عايش جو يعني منعزل عن زملاء في بعضهم لا فيه هدوء زائد لكن فيه نوع من الحركة لكن فيه هدوء هؤلاء وجدت أنهم يعيشون في حالة اجتماعية فيه انفصال بين الوالدين فغالب هم يعيشون مع أمهاتهم بحسب أنهم يعني أطفال والظهر الوصاية كل الأم في هذا السن الآن السؤال الآن السؤال مع تواصل مع بعض الأمهات يقولون يعني استنفذنا كل طاقتنا في توجيه أبنائنا ونجد أنه في نوع من يعني خاصة في المرحلة الخامس خامس أو سادس يعني لعمرهم ما بين 11 و 12 نوع من التمرد على الأم يعني ما أدري ما أدري إيش أسوي فيه يعني بدأ الولد ما هو مثل أول بدأ يتمرد عليه يسمع كرامي يقول له تعالي ميني رح يسار الآن في مثل هذه الحالات أنا كموجه طلابي كيف ممكن أتعامل مع مثل هذه الحالات النفسية اللي فيها حالة انفصال جميل يعطيك العافية دور الأم في مثل هذا الجانب وشكر الله لك دكتور موسى شكرا 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 لك الله يحفظك السلام عليكم السلام عليكم عندي طفل عمره أربع سنوات وسبع شهور شخصه تأخر نطق بس يميل للعنزال أحيانا يعني الأطفال يلعبون ما يلعب معهم أنا ودي لهم وعنده خوف زايد وغلق زايد أني أروح لازم أجلس أنا معه وسط اللعبة متعلق فيها كثير يخاف من المرتفعات كثير يخاف من الألعاب الملاهي ما أدريش الحل معه أنت عرضت على طبيب نفسي لا لا دكتور تخاطب بس أي طيب يا طيب العافية طيب لعله نأخذ مشاركة رائعا أيضا يعني نأخذ مساحة مساحتهم في معنا سيدة ندا السلام عليكم السلام عليكم وليكم السلام بفضلي أولي أعطيك العافية دكتور ما قسرت أنا عندي استفسار أنا عندي الحين ولد عمره 13 سنة و 6 شهور تقريبا عرضت على طبيب نفسي قال أنه عنده ADHD وعنده مشاكل نفسية كوني منفصلة عن أبوه من الصغر من كان عمره 4 شهور تقريبا وقال لي مرحلة مراهقة فعرضوا علي قالوا يعني أنا رحت طب النفسي قالوا لي نبدأ بالعلاج أول اللي هو الحبوب هذه اسمها ثواني بس أشوف اسمها كونسيرتا ستراشيرا كونسيرتا أيوة كونسيرتا 18 مليقرام قالوا نبدأ فيه ثم العلاج السلوكي حتى يعني يقدر يمشي معنا العلاج السلوكي يقولون لي لا العكس نبدأ علاج السلوكي نحاول معاه إذا ما ضبط نرجع نستخدم الكونسيرتا ونكمل العلاج السلوكي فما أدري ش رايكي دكتور أنا حس أنها أتعبني الولد جدا عنيد جدا عصبي جدا اندفاعي ما يعمل لي أي حساب الله يهديه ما فيه أي احترام يعني لي فأنا خايف عليه الصراحة عفوا أن أسأل الله أن يحفظه ويحفظ الجميع هل أنت راجعت عند طبيب نفسي أطفال ومراهقين أي ولا طبيب نفسي فقط طعام لا طبيب نفسي أطفال أي مع العلم أني أنا قد استخدمت لها ريتاليين يوم كان عمره سبع سنوات نص حبة ثلاثة أيام ووقفتها لأنها سببت له مشاكل صار خمول بزيادة صار ما يأكل أبدا صار عندها يعني اختلال في الرؤية لا أريد أن يشوف زين فالآن أنا خايفة من الكونسيرت أنا ما أعرف هل ممكن يسبب لهذه المشاكل وهل في أبدأ فيه أول بعدين العلاج السلوكي أو العكس بدأت عليه أو لسه لا لسه أمس صرفه فأنا متخوفة ما أنا عارفة كيف قالت لي أنه مفعولة 12 ساعة بالإضافة أنه قد يكون يعني يجيه متلازمة رتويت بأي توريت بأي حركة يعني من الحركات تقول لا تستغربين لو جيتهم متلازمة توريت أثناء استخدام الكونسيرتا أي قالت ممكن أنه عنده حركات حركات لا إيرادية لا قالت لي إذا استخدمت الكونسيرتا ممكن يجيه متلازمة توريت ممكن يصير يصدر أصوات أو ممكن يصير عنده حركة في العين يسويها أو يسعل بشكل مستمع فعادي تقول لي هذا الشيء وأنا خوفة يعني ما أود أنه يطلع من مشكلة ويدخل في مشكلة ثانية شكرا لعلنا نكتب بعض المشاركات ثرية من الزمل والعملات وما شاء الله يعني ما شاء الله في أربعة مواضيع أنا أظن هذه تأخذ معنا بقية الليلة الأستاذ إسماعيل يقول لدي بنتين الله يحفظهم جميعا أسأل الله أن يحفظ لنا ولكم جميعا الأبناء يقول واحد عمره 17 سنة وبينهم دائما أشت الكبيرة تريد أن تفرض رأيها والصغيرة ترفض هذا التحكم طيب بالمناسبة يعني خل أنا أحب دائما صراحة في إجاباتي على الأسئلة أضع قواعد حتى يستفيد منها الجميع ليس فقط يعني صاحب السؤال فخلوني أقول لكم يعني كيف نتعامل بصفة عامة مع أي مشكلة تظهر من أبنائنا وبناتنا مشكلة سلوكية أولا إذا ظهرت تغيير سلوكية سواء خوف عصبية القضم أظافر تبول لا إرادي فرط حركة تشتت صعوبة التعلم أيا كان هذه نبدأ نقرأ عنها أنا أتكلم عن أشياء ليست حادة وشديدة يبغى لها أعطوا المراجعة للطبيب لا لا شيء الممكن تنتظر نبدأ نقرأ عنها ونقرأ عنها في المراجع العلمية وأولاد المختصين هذا مهم يعني ما نقرأ بس في أماكن عامة ومعلومات عامة من أولياء الأمور لا نقرأ الكتابات لمختصين أو نطلع في يوتيوب أو غيره ثم بعد ذلك نتناقش الأب والأم في هذه المشكلة الخطوة الثالثة يبحثون ما هو السبب هل في موقف معين هل في تغير معين ثم يحاولون هم يشتهدون قدر المستطاع في علاج وتعديل هذه الأسباب لا يعني أن كل الخطوة ستأخذ شهر أو شهرين خلال شهرين من محاولة الأهل يقرأ ويطلع ويراجع ويقر ويعدل وتناقش ما استطاعوا يجب أن يتواصلوا بعد ذلك مع أحد المختصين وأنا أؤكد على اهمية التواصل المختصين الصحة النفسية للأطفال والمراهقين سواء نطيب نفسي مراهق أو أخصين نفسيين متخصصين في طفولة والمراهقة سواء بالتواصل على الحسابات السوشال ميديا أو هذا هو الأفضل أو عن طريق تطبيقات معينة لكن مع مختصين مع مختص في المجال وأنا أؤكد على هذا الأمر إذا ما انحلت الأمور فالذهب إلى العيادة والذهب إلى العيادة أخواني عيادة الطبيب النفس الصال المراهقين لا بالضرورة أن أذهب إلى الطبيب يعني أخذ دواء ليس بالضرورة لكني أذهب إلى مختص واعذروني على هذه الكلمة أنا أقول لبعض أولياء الأمور أحيانا نحن ننفق أكرمكم الله على جزم أولادنا ميتين وثلاثمائة واربعمائة ريال بل قد تصل منها عشانا كل واحد منهم الله يكلمكم جزمة أو شنطة أو أحيانا مئات نصرفها في وجبة عشاء وهذا الحمد إلى من يستطيع فسأل الله أن يفتح على الجميع ويستصعب البعض أن يذهب ينفق يعني على كشفية لولده ويستشير ويجلس مع مختص متخصص يحمل درجة عالية من التخصص حتى لأنه يعني صراحة يعني أحيانا بعض الاستشارات قد تفرق في مستقبل حياة طفلك فرق كبير والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى بس نحن نبدأ للاسباب فقل نطلب نذهب إلى العيادة قد نحتاج العلاج الدوائي أو السلوكي لكن نأخذ رأي مختص يدلنا على الطريق المناسب هذه بصفة عامة لا أستاذ إسماعيل فبالنسبة للأختين هذولة أنا أقول يا أستاذ إسماعيل أول أعدة لا نتدخل في خلافات الأرقال والبناء والبنات إلا عند الضرور القصوى فأولادنا وبناتنا يختلفون ويتعاركون ويسوهم مشاكل ثم يعودون يلعبون مع بعض فاقتراحي الأول لا نتدخل في الأشياء التفصيلية والأشياء البسيطة إلا إذا فيه شيء تجاوز للحدود اللي عندنا في البيت سواء بألفاظ نابية أو باعتداء جسدي أو استخدام أدوات حادة لكن عراق وزعلوا ورفع صوت نحاول أن نتجاهل ويحلوا مشاكلهم فيما بينهم هذا الخطوة الأولى والقاعدة الأولى القاعدة الثانية وهذه نترون كلنا لأن المشاركة بين الأبناء والبنات في البيوت هذه كثيرة نركز على بناء المحبة بينهم ونشر روح المحبة فيما بينهم وفيما بين أفراد العائلة جميعا نضع لوحات نكتب فيها رسائل لبعضنا البعض نطلب من بعضنا البعض يرسل رسائل على الجوالات نأتي ببعضنا لهدايا العبارات التي فيها الاحترام والتقدير نبث فيهم الصغير يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير وترون بالمناسبة يا أخواني أخواتي أبغاكم تنتبهم معي مركزين إن شاء الله ممتاز لما نقول نبثت هذه الأفكار وهذه المبادئ لديهم ترون ما تأتي في يوم وليلة ولا بنصيحة واحدة ولا ب يعني كلمة أحيانا نكون منفعليين وأنتم ما تقرعون بعضكم وأنتم ما تحترمون بعضكم ونبغاهم يتعدلون في يوم وليلة لا غرس هذه القيم وهذه المبادئ وهذه الاتجاهات يحتاج مننا استمرار ويحتاج مننا قدوة ويحتاج مننا مواصلة ونقاش فيما بيننا الأب والأم وحتى نغرسها بعد فترة من الزمن فأقول غرس مفهوم الصغير يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير غرس مفهوم عدم التدخل في خصوصيات الآخرين هذه كلها شيء مهم تقلل المشكلات وأنا أقترح عليك يا سيد إسماعيل إنك تجلس مع الثنتين تقول لهم شوفوا فيه خطوط حمرة واحد اثنين ثلاثة اللي تجاوزها أنا بتدخل وبعدين لا تلوم إلا أنفسكم فيما دون ذلك دا بيننا هذا يخط المحبة فيما بين فأقول بعض هذه الأشياء اللي نذكرها للأستاذ إسماعيل وللجميع في موضوع كيف نقلل المشكلات بين الإخوة والأخوات في البيوت الأستاذ أحمد موجه طلابي في المرحلة الابتدائية تحدث عن نقطة مهمة وأنا أريد أن أرفع القطبعة لكل الموجهين والموجهات الذين نعملون في التوجيه والإرشاد الطلابي ورابطهم الكريم ونحسهم على الاشتهاد وعلى بذل الأكثر والأكثر ونعرف أنهم يجدون ويجتهدون وصراحة يعني هم صمام الأمان بعد حفظ الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا في المدارس نطلبهم زيادة من حرصهم على أن يطوروا أنفسهم في الجوانب الارشادية والجوانب النفسية والاجتماعية ومهارات الإرشاد عموما ومهارات المقابلة ومهارات حل المشكلات فلهم دور وأثر كبير أنا أشكر أستاذ أحمد هذا نموذج من اهتمامه وقام بعمل استبيان وأنا متأكد أن كثير من الإخوة الموجهين والموجهات حريصون على هذا الأمر ولكننا نشد على أيديهم أكثر وأكثر وأعلم أن الصعوبات أمامهم كثيرة وأن الإمكانات قد تكون محدودة ولكن بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثم حبهم لمهنتهم وحبهم لهذا الدور الرائع والمهم والحيوي في بث وتعزيز الصحة النفسية لأبناء وبناتنا نطلم منهم المزيد والمزيد من الحرص والاهتمام والبدل وهم أحرص منا على هذا ولا لا شك عندنا في ذلك ولكن هذا من محبتنا لهم هذا الأمر الطفل لم يكن انطوائي وهو منفصل فأقول أول خطوة للمرشد الطلابي الموجهة الطلابي أو الأي مربح حتى يؤثر في أحد الأبناء والبنات هي بناء العلاقة الإيجابية بناء العلاقة الإيجابية أن يشعر هذا الطالب بقربك ومحبتك له وحرصك عليه وهذا لا يأتي بالتعبير اللفظي فقط ولا يأتي أيضا بالتعبير اللفظي حول المشكلة بناء علاقة إيجابية مهنية بين الموجه الطلابي أو المرشد الطلابي وبين الطالب هذه أول خطوة بعد ذلك إذا شعر بمحبتك له وشعر بأنك توفر له الأمن والطمأنينة وأنك توفر له التقدير والاحترام وأنك تثني عليه وأنك مصدر دعم له سيتقبل بعد ذلك توجيهك بإذن الله فهذه خطوة مهمة جدا جدا الطفل الذي لديه انطوان أحتاج أن نجعل له خطة سلوكية طويلة المدى في بناثقته في نفسه وتعزيز مشاركاته الاجتماعية وقد نرتب بعض البرامج مع بعض المعلمين أو الوكيل أو المدير كيف نبرزه أمام الآخرين ولو بشيء بسيط ثم نمدحه ونحفزه ونعززه ثم نعطيه فرصة أخرى وثالثة ورابعة ونركز على ذكر إيجابياته ولو كانت بسيطة كذلك نحتاج أن نتواصل مع الأسرة تساعدنا في تعزيز هذا الجانب فهذه من الأشياء المهمة والخطوات العملية وتوضع خطة فقط تعمل دراسة حالة وتوضع خطة طويلة المدى لبناء العلاقة الإيجابية التي ذكرتها مع هذا الطالب ثم بعد ذلك لبناء تعزيز ثقته في نفسه على مدى متدرج وبتعاون بين المدير والوكيل والموجه والمعلمين وحتى يتقدم تدريجيا ونحفزه وسيجدون بإذن الله نتائج جيدة إذا استمر هذه العزلة وهذه الانطوائية وهذا الخجل وهذا الانعزال حتى بعض هذه المحاولات فالأفضل أن نحيله إلى عيادة نفسية للأطفال المراهقين إما لوجود مختصين في العلاج السلوكي أو قد يحتاج قد يكون هذا نوع من أنواع القلق الاجتماعي قد يحتاج علاج دوائي بسيط يساعده أو قد يكون نوع من الاكتياب لا قدر الله أو ما شابه ذلك فيجد الفائدة إن شاء الله الأخت اللي سألت أن عندها طفل أربعة سنوات وسبعة أشهر وشخصتها أخبر نطق أنا أقترح عليها أن تبادر بمراجعة طبيب نفسي أطفال ومراهقين ضروري جدا تأخر اللغة في عمر أربعة سنوات وسبعة أشهر وهناك مخاوف وهناك ضعف اندماج مع الأطفال أنا أقترح عليها بضرورة أن تراجع طبيب نفسي أطفال ومراهقين وإن لم يتوفر هذا التخصص في منطقتها فلا أقل من أن تراجع طبيب نفسي استشاري طب نفسي يساعدها بإذن الله فهي تحتاج هذا الطفل يحتاج أن يتابع مع طبيب نفسي أطفال ومراهقين ومع جلسات علاج سلوكي ومع جلسات علاج نطق وتخاطب هذا من مجمل الوصفة الذي وصفته الأم ونحن في البيت أيضا نسعى على إشباع الحاجات التي ذكرناها نبعد عنها الأجهزة قدر المستطاع نتحدث معه بكثرة ندمجه مع الأطفال بكثرة نبني ثقته في نفسه وأيضا نطيل نفسنا ونوسع صدورنا حتى نحقق هذه النتائج وهذا مع مراجعة الثلاث تخصصات التي ذكرتها طب نفسي أطفال علاج سلوكي علاج تخاطب الأستاذ ندى ذكرت تفاصيل عن ولدها نسأل الله أن يحفظ الجميع أنا في وجهة نظري أنه هذه يعني صعب أن نقول ليش الرأي هل يبدأ على الكنسيرت أو لا يبدأ عن طريق مساحة تويتر هذا يعني صعب علينا أن نذكره ولكن أنا أقول يعاد طرح هذه الأسئلة كلها مع الطبيب المعالج أو الطبيب المعالجة فإذا اقتنعت يا أستاذ ندى بعد الحوار وطرح أسئلاتك على الطبيب المعالج والإشكالات والتخوفات اللي عندك وعطاك إجابات واضحة وإجابات تساعدك وتطمنك فالأفضل أن تبدأ على الطريقين كليهما العلاج الدوائي والعلاج السلوكي وهذا كثير من الدراسات العلمية تؤيد هذه الوجهة النظر لكن إن بقي عندك عدم ارتياح وعدم اقتناء فإما أن تبحثين عن طبيب آخر أو تقول أن نؤجل العلاج الدوائي ولو شهرين ثلاثة ونبدأ في العلاج السلوكي ولكن أيضا أنا أؤكد على أن العلاج السلوكي يجب أن يكون مع متخصصين ليس مجرد خصائي نفسي خصائي نفسي كلينيكي أو خصائي نفسي قفولة ومدرب على حالات الأطفال والمراهقين فإذا اجتمع هذان الأمران سنجد إن شاء الله فوائد كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى طيب بقي معنا عشرة دقائق الأخوات في جمعية إشراق تريدون أن أتحدث أو أن أخذ أسئلة ونجيب عليها قلت بي دكتور موسى والله أنا ودي يعني ودي حاب أن نكمل في المحاور يعني أحنا في أحد المحاور هو الإضطرابات النفسية وأظن تحدثنا عن إضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ذكرنا أكثر من مرة ذكرنا إضطراب القلق النفسي وهذا من أكثر الإضطرابات شيوعا عند الأطفال الخوف الرهاب التي قد يصاحبها أعراض جسدية أو يصاحبها تأتأة أو يضطراب في اللوم أو كثرة قضم الأظافر أو كثرة نتف الشعر أو تبول لا إراد أو أعراض جسدية أو الطفل يكون قد تجاوز السادسة والسابعة من عمره ما ينام إلا مع والديه الخجل الشديد المرضي هذه كلها قد تكون بعض ملامح القلق النفسي والقلق النفسي والإضطرابات النفسية عموما الله يحفظ لها أسباب وراثية وقد يكون لها أسباب عضوية بسبب بعض الإشكالات في الهرمونات أو ما شابه ذلك وقد تكون مصحوبة بخلل في مادة السيروتنين أو النور أدرينالين وقد يكون سببها تربوي أو بعض المواقف والصدمات والغالب أن يكون أكثر من سبب ولذلك العلاج ينبغي أن يكون بأكثر من طريقة علاج داخل الأسرة وعلاج مع الأخصائي النفسي وإخصائي الجلسات النفسية ومع الطبيب النفسي ولو استدعى الأمر بعض الأدوية النفسية فالأدوية النفسية حفظكم الله بعضها مصرح في الأطفال وبعضها عليه تجارب كثيرة للأطفال وعندما يصرف من طبيب متخصص تحت الإشراف مع توضيح الأعراض الجانبية مع توضيح الفوائد وإذا حصلت أعراض الجانبية وبفضل الله لا توجد أعراض جانبية خطيرة قد تكون أحيانا مزعجة لكن مجرد يتوقف العلاج تذهب معظم هذه الأعراض الجانبية لكن أنا أقول الأدوية النفسية في بعض الأدوية النفسية معتمد حتى من عمر ثلاث سنوات وبعضها من عمر خمس سنوات وبعضها من عمر ست سنوات فما فوق سواء لفرط الحركة والتشتت الانتباه سواء للقلق للخوف للرهاب للوسواس القهري هذه الطرابات كلها قد تظهر عند الأطفال للأزمات اللائرادية للاطرابات الوجدانية عند الأطفال وإن كانت قليلة للاطرابات الدهانية عند الأطفال المراهقين وإن كانت أيضا قليلة فالاطرابات النفسية هذه أسبابها في الجملة وطريقة العلاج كما ذكرت قد تحتاج العلاج الدوائي والسلوكي والتخاطب والأسري والتربوي والأكاديمي فالخطة العلاجية لعلاج الأطفال يجب أن تكون خطة شاملة ومتكاملة ولكن تبقى في الأخير تحت إشراف الطبيب المعالج لأن بعض الناس يقول ليش نراجع كل ثلاثة الشهور أو كل شهرين للإشراف على الحالة من الطبيب ليطمئن أن الخطة العلاجية ماشية في سيدها الصحيح ليس لمجرد فقط أن يأتي وكما يقول بعضهم وإن كانت الحمد لله حتى هذه العيادات متوفرة في المجال الحكومي وفي غير الحكومي لكن الطبيب دوره أن يقيم ويشخص ويضع الخطة العامة ثم يشارك المختصون الآخرون في تنفيذ الخطة ويبقى الطبيب هو المشرف العام على الحالة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى يعني هذه جولة في عالم الصحة النفسية للأطفال المراهقين الصوت باقي كويس ولي قطع لا كويس طيب أترك المجال الآن بقي معنا من الوقت الرسمي سبعة دقائق إذا فيها أسئلة نأخذها من الإخوة والأخوات فأسعد بذلك كان فيه سؤال شخص يقول أنه متخوف من الأدوية يعني ما يبقى يعطيها للطفل نعم أنا أظن أجبت جزئيا أن الأدوية هي يعني مصرحة ومرخصة وعليها اعتمادات عليكم السلامة أحمد الله مساء الخير أهلا وسهلا مساءلا شكرا لك يا دكتور على هذا الطرح الممتع يا هلا ومرحبا أنا معلم صفوف أولية دكتور وفيه سؤال تقريبا من شطرين الشيء بالنسبة لصعوبات التعلم ما مدى رأي فيها في اندماجها مع الصفوف الأولية اللي عنده صعوبات تعلمها يا دكتور نعم ثاني شيء يظهر من خلال متابعة لبعض الطلاب في الصفوف الأولية عنده عدم تركيز في بعض المواد لا يندمج بسهولة مع بقية الأطفال التفكير في أشياء أكبر من سنه ويسهل أسئلة يعني حيانا قد يكون فيه صعوبة في الإجابة عليها هل تعتبر الثلاثة الأشياء هذه اللي ذكرتها آخر شيء هل هي حالة نفسية أم شيء طبيعي بالنسبة للطالب شكرا لك يا دكتور الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية طيب أنا لعلي فقط أكمل الجواب على موضوع التخوف هنا الأدوية النفسية كما قلت لكم أولا يجب أن ننظر إلى الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأطفال كما ننظر لأي مرض آخر يعني الآن بعض الأطفال حتى في أعمار مبكرة جدا قد يعطى دواء كورتيزون ولا يعطى إلا للضرورة ولأن الطفل مصاب بمرض معين مع ما نعلم من أضرار الجانبية للكورتيزون والاستيرويد ولكن نعطيها حيانا الطفل اللي عنده ربو اللي عنده بعض الالتهابات الشديدة فما دام بعد تيسير الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء تصرف من طبيب متخصص والأصل في الأطباء إن شاء الله الثقة والأمانة والعلم وكذلك يتم نقاشها مع الولي الأمر وإضاحها له وإضاح الإيجابيات والسلبيات وهي أدوية معتمدة ومقرة ومعترف بها من هيئات عالمية وأيضا مصرحة عندنا في وزارة الصحة السعودية وهيئة الغذاء والدواء السعودية ونزلت في الصيدليات فلن ينزل شيء خطير أو فيه أذى فأنا أقول مدام بعد إذن تيسير الله يصرف من طبيب متخصص وتحت الإشراف ومع المتابعة فإن شاء الله الأمور إلى خير وأقول لأولياء الأمور دائما لا تاخد دواء يا أخي إلا أنت مقتنع اسمع من الطبيب أعرض عليها سئلتك وتخوفاتك واسمع منها الإجابات واسمع منها الشروحات فإذا أقنعتك وأعطاك الوقت الكافي والإجابات الكافية فبها ونعمة أو غير طبيب آخر فإذا اقتنعت خذ العلاج الدوائي ما العلاج السلوكي إذا لم تقتنعت فهذا في الأخير قرار ولي الأمر يعني هو يتولى المسؤولية يتحمل المسؤولية لكن يا أخواني يا أخواتي والله وصل بعض أولياء الأمور إلى شيء عجيب يعني طفلة عندها خوف من المدرسة وممكن هذا الخوف بعد تيسير لا يعالج بالعلاج الدوائي والعلاج السلوكي وصل بعض أولياء الأمور يقول طيب يا دكتور لو منعت بنتي ما عدت درس قلت له إلى متى قال على طول مدى الحياة يعني تخيلوا إلى هذه الدرجة ممكن يرتكب جريمة في حق ابنته أن تترك التعليم ولا تأخذ دواء نفسي لا إله إلا الله يعني شيء صراحة مذهل يعني شوفوا إلى أي درجة يعني بعض التفكير فالشاهد يعني ذكرت لكم بعض الأشياء العلمية بالنسبة لصعوبات التعلم صعوبات التعلم الله هذه من الأشياء التي تؤرق فصعوبة التعلم كوصف ليس هو صعوبة التعلم كمرض وهذه قصة شرحها سيطول صراحة يعني الطفل عنده صعوبة في الدراسة بعض الناس سميها صعوبة التعلم وهي ليست الطراب صعوبة التعلم لأن صعوبة الدراسة والإخفاق والمستوى المنخفض الدراسي المنخفض قد يكون بسبب الـ ADHD ضعف التركيز وتشتت الانتباه قد يكون بضعف بسبب استيعاب يا دكتور ما عليش عن المداخلة نعم في المعلومة تقريبا أحس أن أحيانا الطالب أو الطفل يفقد الثقة في نفسه إذا ما كان فيه معزز قوي جدا بحيث أنه يواكب بقية زملاء نعم لا هو شوف يا أخي الكريم يعني أحيانا اللي أبغى أوصله اللي أبغى أوصله لكم أنه فيه فرق بين الطراب صعوبات التعلم كالطراب سلوكي أكاديمي وبين مشكلة صعوبة التعلم والدراسة وهذه مع تقديري لجميع لجهود جميع الزملاء في التعليم إلا أن فيها إشكالية واضحة يعني يأتينا شخص مصنف أنه صعوبات التعلم ولديه ضعف في قدرات الذكاء أو أن مشكلته فقط في مرض ضعف التركيز وتشتت الانتباه ولكن حكم عليها أنه مرض صعوبات التعلم ولذلك أنا أقول أيضا يعني أدعو دعاء محب وحريص وأخلكهم أنه صعوبات التعلم نعرضها على طبيب نفس أطفال فقد وجدنا أطفال حكم عليهم بالمدرسة الفكرية وهذه حال أنا عايشتها بنفس خلاص كادت أن تحول إلى الفكرية بمعنى تأخر عقلي وأعادت أولى ابتدائي ثلاث سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد التقييم والتشخيص اتضح أن لديها نوع شديد من الـ ضعف التركيز وثلاث انتباه وفرط الحركة وبفضل الله ثم بالعلاج الدوائي والعلاج السلوكي البنت وصلت إلى المتوسطة بل من الفصل الدراسي الأول أصبح مستواها جيد بعد أن كان ضعيفا جدا ثم أصبحت تنجح بسهولة في كل المواد وتنجح بصعوبة في الرياضيات لكن اشتازت أول ابتدائي ثاني وسادس ابتدائي ودخلت المتوسطة بفضل الله سبحانه وتعالى وقد حكم عليها أنها تدرس في الفكرية فأنا أقول أشركوا رأي زملائكم الأطباء في هذا المجال لعلهم يساعدون في تحسين بعض هذه المشكلة وما ذكرته يا أخي الكريم من التشتت هذا يؤيد أنها ليست صعبة التعلم لوحدها قد يكون فيه مشكلة تشتت عدم الاندماج قد يكون فيه شيء من القلق الاجتماعي وهذا يؤثر على التحصيل الدراسي فيحتاج أن يعالج سلوكيا ودوائيا أحيانا نحتاج رأي طبي نفسي في هذا المجال هل فيه مداخلة أخرى أو سؤال آخر أودنا نتأخر عليكم وإلا السمرة معكم طيب الله يسعدكم الله يسلمك ممكن ناخد مداخلة وحدة كما تحبون أنا أعطيتها أنا بالمناسبة أيضا أذكر للزملاء مداما الأستاذ أحمد شجعني إزال الله خير أنا عندي بودكاست ثويته عن الصحة النفسية للأطفال كما لعل ينزلوا لكم في حسابي في تويتر بعدما نخلص ومعه بعض الأشياء التي تتعلق بالأطفال المراهقين إذا إن شاء الله يكون مناسب لكم سأنزلها في تغريدات بعد أن ننتهي إن شاء الله لعلها تكمل الفائدة اتفضلي أستاذ يسألون دكتور موسى عن اسم الكتاب الكتاب نحو سلوك إيجابي لأطفالنا وأنا بنزله في حسابي في تويتر بعدما نخلص مباشرة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يبدو لي إنه المايك مراضي يشبك مع مداخلة أخرى إذا في غيرهم أو إلا معد في إذا معد في طلبات خلاص إلا في واحد لحظة عليكم السلام مرحب الله مساعدكم جميع أهلا مساعدك تكتور موسى يا مرحب الله يحييك تفضل زاد فضلك أبنانه وصحتهما النفسية يعني بشكل عام ولا كيف ولا توحد ولا ماذا إلا إحنا تحدثنا في شيء العام تعليف الصحة النفسية وكيف الأسرة تعزز الصحة النفسية وكيف يكون للأسرة دور في تعزز الصحة النفسية وكذلك المدرسة ثم بعدين تعرضنا لبعض الاضطرابات والمشكلات إيه ما شاء الله الله يعطيك العافية شكرا لك السشارة للطب النفسي للأطفال والمراهقين أنتم موجودين في أبهاء نعم موجودين في أبهاء أنا نعم عندي عيادة في أبهاء بذن الله لنا زيارة لكم بس لا تزعل مننا إذا كان في مشكلة في المواعيد لا لا عادي أنا الممكن اللي يزار بابها بعد شهر ممكن والله مواعيد أظن بعد خمسة شهور أجل ما عندك أي مشكلة الله يعطيك العافية نتشرف فيكم الله يحبوك في الجميع هل في مداخلة أخرى نعم السلام عليكم السلام عليكم رحة الله السلام ورحة الله وبركاته الله أرك الله فيك دكتور موسى شكرا لطرحك الجميل ويعني إضاءاتك المهمة الله يبارك فيكم فعبك آمين وعياك تسلم شكرا يعني الجمعية اللي نسقت هذا اللقاء والقائمين عليها الله يبارك فيكم وحقيقة نطمح إلى مزيد من مثل هذه اللقاءات هذا الأمر الأول الأمر الثاني الله يكرمكم يعني جميل جدا أن نستفيد من عطاء الفكر الغربي في الطب النفسي وهذا شيء حلو لما نأخذ يعني باستفادة من الإيجابيات الجميلة في البحوث المقننة ودراسات الحديثة شيء رائع جدا لكن في أشياء مهمة وموجودة في الواقع ومؤثرة على الناحية النفسية بشكل واضح جدا وغير موجودة في الفكر الغربي وهذا حلقة مفقودة حقيقة يعني أنا أتمنى من أمثالكم من العلماء الأخيار الفضلاء أنه يكون في بحث لمسائل الإصابات الروحية اللي لها تأثير على الجانب النفسي وعلى غير الجانب النفسي الإصابات الروحية سواء كانت عين والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث إن العين لا تولع بالرجل حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه يعني يصعد مكان مرتفع ثم ينتحر فالعين تؤدي إلى الانتحار وأكيد قبل الانتحار فيه اكتئاب اكتئاب حاد يؤدي إلى الانتحار فالفكر الغربي يدرس فقط الاكتئاب على البعد الجسدي والعلاج الدوائي والعلاج المعرف السلوكي لكن محدود يعني لكن أين البعد الروحي أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين هذا حديث آخر صحح والألباني وغير ذلك من السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم وسحرة عائشة وسحرة حبصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيت النبوة ما خلا من السحر جميل العدل الشيطاني عموما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو فالحاصل هذه الأمور غير موجودة في الدراسات الغربية أبدا ولا في الأدلة التشخيصية ولا يعترفون بها لكن وبالتالي الشخص سيعالج علاج ناقص وسيشخص تشخيص صحيح لكنه غير كافي يعني فنحتاج من أمثالكم حقيقة إلى يعني توجه لمثل هذه الأمور وإفادتنا فيها الله يبارك فيكم يعطيك العافية الشيطان لك هذه المداخرة الترية ونسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير آمين ممكن نأخذ آخر مداخرة من دكتور حبيب إذا ممكن إيه جدا فضلا دكتور حبيب السلام عليكم ونحط الله وبركاته أليكم السلام أشأل الله مساعدنا جميعا دكتور موسى أستاذنا وعلى رأسنا وكبيرا منكم نتعلم دائما وشكرا لك على هذه الكلمات الجميلة وإثراءات رائعة الحقيقة أسمح لمداخلة بسيطة أضيح فيها أولا شكري لجميع الشراق وهي متعلقة دائما في الصراحة في استضافة المميزين أمفالك والمساعدة في زيادة التوعية بين المجتمع السعودي وأبناء العالم العربي بشكل عام لأن الجمعية الوحيدة التي تخدم هذا النوع في العالم العربي النقطة التي أحب أن نوه عليها كذلك دعما للصحة النفسية لأبنائنا والوالدين كما ذكرت عنصر أساسي ومهم في دعم هذه الصحة النفسية قامت جميع الشراق بعمل برنامج تقارب تتلمنا بمساعدة مختصين على كثير من الوسائل التربوية الجميلة وذكرنا فيها نقاشات كان فيها نقاشات مع آباء لديهم تحديات سلوكية مع أبنائهم وهي موجودة على صفحة الجمعية في يوتيوب يمكن لجميع الحاضرين الاستفادة منها فقط إذا تصفحتم موقع الجمعية تحت عنوان لقاءات تقارب هناك ستة لقاءات رائعة جدا نتمنى من الجميع أن يستفيد منها شكرا لك دكتور موسى لا مزيد على ما ذكرت أنت حبيبنا وأستاذنا الله يعطيك العافية دكتور حبيب وأشكرك على هذه الإطلالة الجميلة وفرصة أن نسمع صوتك في هذه الأمس يا الله يسعدك وأنا أثني على ذكر هذه اللقاءات وأنا طلعت على بعضها ونستفيد منها وأحثت الجميع على أن يستفيد منها شكرا دكتور حبيب الله يسعدك طيب يبدو أنه يعني نختم اللقاء والنقاش والحوار معكم سري مرة ثانية شكرا جزيلا جمعية إشراق على هذه الجهود وعلى هذه الاستضافة وأنا أحث نفسي وأحث الزملاء والزميلات على الاستفادة من جهود جمعية إشراق ولديهم مواد توعوية وبرامج ولقاءات جميلة جدا جدا تصب في الثقافة النفسية عموما وتركز كثيرا على اطراف فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوعية والتدريب وموجودة بالمواد باللغة العربية أنا أحث لإخوة المعلمين والمعلمات أولياء الأمور الآباء الأمهات على الاستفادة منها ونشرها حتى تعم الثقافة ونسارك كلنا في تعزيز الصحة النفسية لأبنائنا وبناتنا الذين هم اليوم أطفال مراهقين وغدا هم الرجال وشباب هذا الوطن وهذه الأمة حتى يكونوا بصحة نفسية جيدة بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا لكل من حضر وشكرا لكل من شارك كل من شرفني بهذا اللقاء أنا أرى كثير من الأسماء الزملاء والزميلات الأقاضل يعطيكم العافية وتنسون على خير يعطيك العافية دكتور موسى شرفتنا في هذه المساحة اللي اليوم أثريتها ما شاء الله بحديثك الممتع الشيق استفدت والله مرة منه أشياء كثيرة شكرا يعطيك العافية شكرا لكم الله الله عافية